السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة موعدنا مع English Conversation Skills Port 2 يعني معدنا النهاردة مع مهارات التحدث باللغة الإنجليزية الجزء الثاني في البداية هنتعرف على أهم الجمل والعبارات الشائعة في المحادثات الإنجليزية يعني السؤال عن التفضيلات لما يجي أسأل شخص ما ما هو لونك المفضل ما هي رياضاتك المفضلة ما هو حيوانك المفضل طعامك المفضل زي من شايفين ان السؤال ده ممكن نعمل منه اسئلة كتيرة جدا 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 وهو سؤال ثابت كل اللي انا هعمله هبدأ به بعد كده هنغير في الشيء اللي بنسأل عنه لو بسأل عن رياضة يبقى What's your favorite sport? لو بسأل عن لون مفضل What's your favorite color? لو بسأل عن مادة مفضلة مادة دراسية What's your favorite subject? لو بسأل عن حيوان مفضل What's your favorite animal? طعام مفضل What's your favorite food? طبعا ممكن نستخدمه مع حاجات تانية أو ممكن نستخدمه مع حاجات تانية What's your favorite day? أي همك المفضل What's your favorite fruit? ايه فاكهتك المفضلة وهكذا يبقى طبعا ليه استخدامات كتيرة جدا والسؤال ده جماعة مهم جدا نخلي بنا منه لان ده بيساعدني جدا في المحادسات وبعمل منه اسئلة كتيرة جدا طيب ازاي ان انا جاوب على السؤال ده في طريقتين في طريقة سهلة وصغيرة جدا واحد بيسألني بيقول لي ايه لونك المفضل الرياضة ك المفضلة بجاوب وبقول له انا بحب كذا يبقى لما جا يجاوب بقول له يعني انا احب بعد كده بقى قول الرياضة او اللون او المادة المفضلة بحب كرة القدم بحب لون الاخضر بحب لغة الانجليزية بحب مسلا القرود وهكذا يبقى ممكن نجاوب بطريقة سهلة جدا وبسيطة باستخدام يعني انا احب طبعا في اجابة برضو كويسة جدا بناخدها من السؤال انا ما بسأل بقول مثلا لما جا بجاوب بعمل بحولها الى يعني رياضات المفضلة مادة المفضلة حيوان المفضل وبعدين بقول الشيء المفضل اي اجابة منهم طبعا تنفع والاتنين طبعا اجابات سليمة وصحية يبقى نركز على السؤال ده يا جماعة لأن سؤال مهم جدا في اللغة الانجليزية what's your favorite ناخد اجزامبو مثال لما جا اسأل شخص ما عن مادته المفضلة مادة دروسية المفضلة يبقى what's your favorite subject لما يجاوب I like English يبقى انا احب اللغة الانجليزية اوكي next question الجزء التاني يبقى في عندنا بقى suggesting new ideas يعني اقتراح افكار جديدة لما جي اقتراح على شخص فكرة جديدة طبعا دي بتستخدم كتير في المحادثات في اللغة الانجليزية في عندنا تلات طرق والتلاتة اسهل من بعض الطريقة الاولى ودي انا بفضل ان انا استخدمها كتير لان دي اسهل واحدة فيهم بنبدأ بlets يعني هيا هيا بنا دعنا طبعا بيجي بعد الفعل في المصدر يعني بدون اي اضافات زي ما اقول اي مشهورة جدا طبعا كلنا عارفينها هيا انا اذهب فترة تانية للاقتراح بيستخدم how about او نعوض عنها what about وفي الحالتين بعد how about و what about بنستخدم verb plus ing الفعل مضاف له ing يعني اقولي بقى ازاي بقى بنجاوب على الاقتراح او بنرد على الاقتراح الاقتراح تب يبقى عبارة عن idea idea يعني فكرة عشان كده ما بيجي رد دايما بقوله that's a good idea انها فكرة جيدة that's a good idea ممكن طبعا نرد باستخدام sounds good يبدو جيدا ناخد example مثل انا الوقتي باقترح على لارا ازهاب للبورك يبقى let's go to the بورك لارا هيا نذهب للبورك لارا ردت لارا that's a good idea انها فكرة جيدة طيب انا بقترح قراءة قصص جديدة how about اه طالما داتب how about يبقى انضيف اين نجي how about reading new stories شوفوا الرد با that sounds good يبدو جيدا كده احنا تعرفنا كمان على ازاي ان انا اقترح افكار جديدة ok next الوقتي هنتعرف على asking about age asking about age asking about age يعني السؤال عن العمر السؤال عن العمر لما جسأل واحد عمرك قد اي خاصة في عياذ الميلاد اول خطوة بعملها بابدأ how old how old how old يعني كم عمر how old are you how old are you كم عمرك how old are you الرد في عندنا طريقتين والطريقتين سهلين جدا لا نفهمش اي مشاكل ممكن ابدأ ب i am واقول العمر بتاعي بعدها years old i am ten years old i am twenty years old i am fifteen years old وممكن نحزف years old كمان ونساهل على نفسنا يبقى i am fifteen i am ten i am thirteen whatever يبقى عرفنا زي نسأل عن عمر وزي نقاوب ناخد مثال مثال محادثة صغيرة hello what's your name سؤال عن الاسم what's your name hi my name is reem اسمي reem how old are you كم عمرك how old are you i am fifteen years old i am fifteen years old يبقى عمري خمسة عشر عيما so next الجزء التالي هنتعرف بهالوقتي على asking about dream job ازاي بنسأل عن الوظيفة اللي بتحلم بيها وظيفة الحلم الحلم بتحلم بايه نيف تكتب ايه في طرق تين يا اما انا هسأل عن dream job dream job dream يعني حلم و job يعني وظيفة نبدأ ب what's your السؤال تا بيتكرر كتير جدا what's your what's your what's your نبدأ ب what's your what's your dream job what's your dream job طب في طرق تانيا او ممكن اقول له ماذا تريد ان تكون عايز تبقى ايه what do you want to be what do you want to be معناها ماذا تريد ان تطبح ماذا تريد ان تكون في الحالتين بجاوب ب i want to be i want to be معناها اريد ان اكون ويقول بعدها اي وظيفة بقى داكتر انجينيير teacher okay vet whatever so let's practice نطبق مع بعض في محادثة صغيرة what's your favorite subject i like math what's your dream job i want to be an engineer اريد ان اكون مهندس i want to be an engineer هنا استخدمنا ان وليس اال ان انجينير بتبدأ بحرف متحرك حرف الايب اتاخد ان i want to be an engineer so let's look at next next التالي بها يبقى عندنا asking about marital status اللي هي هي بقى الحالة الاجتماعية الحالة الاجتماعية دي بيبقى عبورة عن حاجة من اتنين اما marriage اما single married single married يعني متذوق single يعني اعذب اعذب غير متذوق طيب لما جي اسأل واحد هل انت اعذب ام متذوق يبقى المفروض ان احنا بنعمل yes or no question او سؤال بهل ونبدأ ب are you are you هل انت are you married or single are you married or single سؤال سهل جدا are you يعني هل انت وبنزل بقى married or single الاجابة هنا مش بنجاوب بي اس ولا بنوال اي حاجة من الحاجات دي لا ده انا بختار هو بيخيارني بين اتنين بين married وبين single فانا بختار بقوله i am married لو انا متذوق يبقى i am married لو اعذب يبقى i am single يبقى الاكابة هنا ثبتة i am married يا اما i am single so let's look at the example بسمحي في المسيل hello where do you live اين تعيش hi i live in alexandria انا عيش في اسكندرية are you married or single انت عزب ولا متذوق i am married i am married يبقى انا متذوق next الجزئية التالية asking about phone number asking about phone number السؤال عن رقم الهاتف رقم الهاتف اسمه phone number phone number ممكن نقول لها تاني يبقى telephone number telephone number او phone number cell phone number اي واحدة من الثلاثة دوله صح انا ما باجي بسأل عن رقم هاتف ده شيء غير عاقل يبقى نبدأ what's your فاكرين اما كنا منسأل what's your name ما اسمك what's your favorite subject ما ديتك المفضلة هنا برضو هنسأل what's your phone number what's your phone number لما يجاوب بجاوب ب it's وبعدها طبعا الرقم بتاعي بالتفصيل ناخد example what's your phone number ما رقم هاتفك it's two zero three zero four zero five five so next الوقت بها معدنا مع asking about nationality السؤال عن الجنسية او البلد اللي هو اي منها انت منين انت من اي بلد اي جنسيتك nationality في عندنا طريقتين يا اما اقول له انت من اي بلد يبقى في الحالة دي هنا يسأل ب where where يعني اين where are you from where are you from يا اما بدل or نخليها do يبقى where do you بس في الحالة دي لازم نضيف come where do you come from من اي بلد اتايت انت جاي منين يبقى where are you from اما where do you come from الاجابة I am from وخلي بالي ان I am from يعني انا من يبقى لازم يجب بعديها البلد مش الجنسية I am from japan انا من اليابان طب لما يسأل عن الجنسية يبقى what's your سؤال المشهور what's your what's your what's your nationality زي ما شايفين بنستخدم what's your كثير جدا what's your name what's your nationality what's your phone number كاي what's your right favorite بتستخدم كثير جدا what's your nationality I am Japanese I am Japanese I am Japanese كاي so next في النهاية هيبقى في عندنا السؤال عن العنوان 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 او لما يسأل واحد انت عايش فين يعني عنوانك ايه اين تعيش يبقى في الحالة دي هنبدأ باين يعني اين تعيش ممكن اقول بعد كده العنوان بتاعي ممكن اقول بعد كده البلد اللي انا عيش فيها المدينة اللي انا عيش فيها الشارع اللي انا عيش فيه اوكي اي واحدة من دولة صح حسنا حسنا هلو what's your name او بس أل عن اسم what's your name hi my name is robert اسمي robert where do you live عيش فين باي robert where do you live i live in paris i live in paris يبقى انا عيش في paris 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 okay so this is the end of the video i hope you enjoy the video طبعا دي نهاية الفيديو اتمنى يكونوا استمتعتوا بالفيديو okay don't forget to subscribe to the channel وياريت ما ننساش الاشتراك في القناة وانتفعل القرس عشان يوصلنا كل الفيديوهات الجديدة اولا باول وياريت لو عقبنا الفيديو ما ننساش لايك الفيديو وانشائر الفيديو الاصدقانا thank you again for watching والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته